في محاولة لتحريك مياه السلام الراكدة في ميناء الحديدة يجري الموفد الخاص بمراقبة تنفيذ اتفاق سوكهولم الجنرال باتري كاميرت اجتماعات منفصلة بين ممثلي الحكومة والحوثي في لجنة إعادة الانتشار العسكري سعياً منه كما تقول مصادر أممية لإيجاد طريقة مقبولة لانتشار قوات مشتركة في المناطق الحساسة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوريك قال إن الجنرال باتريك اجتمع الأسبوع الماضي مرتين مع ممثلي الحكومة والحوثي لتسهيل إعادة انتشار قوات في مواني الحديدة والصليف وراس عيسى وبالقرب من المنشآت الإنسانية وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاق سوكهولم لكن المتحدث الأممي لم يوضح أسباب إخفاق رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار على تنفيذ بنود السويد فيما يتعلق بالحديدة إلا أنه اكتفى في حديث له خلال مؤتمر صحفي عقد بنيويورك بالتلميح إلى صعوبات تعوق قدرة الجنرال باتريك على عقد لقاءات مشتركة لممثلي الحكومة والحوثي وفق مصادر أممية فإن الجنرال باتريك يواصل تشقيع الحكومة والحوثي على الإسراع في وضع خطة انتشار متفق عليها لكن الحقائق على الأرض لا تبشر حتى اللحظة على قدرة اللجنة الأممية في تحقيق أي انسحاب في ظل هدنة ارتكبت فيها ميليشيا الحوثي خروقات متعمدة وموثقة ترجمة نانسي قنقر